قال وزير الداخلية لواء محمود توفيق أنه تم البدء بتطبيق قرار حظر حركة المواطنين بحسم مضيفا أنه كان هناك استجابة كبيرة من المواطنين مشيرا خلال اجتماع الحكومة إلى أنه تم تحرير عدد من المخالفات كما أنه تم أيضا مراعاة الحالات الاستثنائية التي تم تسيرها توفيق شدد على الحرص خلال تطبيق الحظر على عدم التأثير على الوضع الاقتصادي كذلك توفير المستلزمات الخاصة للمواطنين استجابة المواطنين أخلت الشوارع وسط استنفار أمني ومنشورات تحفيزية في وقت طالب فيه الرئيس مواطنيه بالالتزام وتفقد وزير الداخلية لقواته وسط تحذيرات حكومية تنذر بالخطر ما لم يمتثل الشعب لقرارها مشاهد بدت واضحة للجميع في أول يوم لحظر تجوال فرضته الحكومة ضمن سلسلة إجراءات اتخذتها لمواجهة تفشي فيروس كورونا الذي طبقته أجهزة الشرطة بحسم طيلة الليلة الماضية وقبل دخول حظر حركة المواطنين حيز التنفيذ كانت القاهرة الساهرة على موعد مع اليوم الأطول في لياليها فالمتاجر أغلقت والمواطنون العائدون من أعمالهم هرعوا لبيوتهم تنفيذا لهذا القرار الذي يأتي من أجل احتواء تفشي فيروس كورونا المستجد فبينما كانت عقارب الساعة تشير إلى السابعة مساء كانت قوة الأمن على مستوى الجمهورية متأهبة لتطبيق القانون وتوجيه المواطنين للالتزام بتعليمات الحكومة مناشدة المرة للعودة إلى منازلهم وبينما خرجت الحكومة بمناشدات تحذيرية للمواطنين طالبهم الرئيس عبد الفتاح السيسي لالتزام بالإجراءات الاحترازية المؤقتة حفاظا على سلامتهم داعيا إياهم بالتكاتف موجهنا الشكر لرجال الجيش والشرطة البواسل وجميع أبطال منظومة رعاية الصحية الشاملة المنتشرة في ربوع مصر مشهد آخر كان لوزير داخلية اللواء محمود توفيق الذي تفقد بنفسه عددا من الأكمنة لتأكد من يقظة رجاله تحدث معهم وأكد على تطبيق قرار الحذر مشددا على تطبيق القانون على الجميع دون استثناء حتى تمر مصر من هذه الأزمة بسلام